موسيقى من التلفزة الوطنية مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العنوين توتر ردود يفعل الهيكل القضائية في تونس حول قرار تجميد أعمال المجلس الأعلى القضاء ورئيس الجمهورية يؤكد أن تونس دولة ذات سيادة وتسعى لتكريس مجتمع القانون هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي تنفذ وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى القضاء للمطالبة بإرساء قضاء عادل والكشف عن حقيقة ملف الاغتيالات السياسية الأم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو للتهدئة والمجلس المركزي الفلسطيني يقرر إنهاء أي التزامات مع المحتلة الإسرائيلية أهلا بكم من جديد بدعوة من جمعية القضاء ينفذ القضاء اليوم وقفة احتجاجية أمام مقصر العدلة بتونس العاصمة وقفة تتزمن مع اليوم الثاني لإضرابهم في وقت تتوتر فيه المواقف حول تجميد عمل المجلس الأعلى للقضاء تزمنا مع اليوم الثاني لإضراب القضاء ومع الوقفة الاحتجاجية التي ينفذونها بدعوة من جمعية القضاء أمام قصر العدلة بالعاصمة تتوتر ردد أفعال الهيكل القضائية في تونس حول قرار تجميد أعمال المجلس الأعلى للقضاء فقد أعربت مجموعة من المنظمات والجمعيات عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية مطالبة بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا لا يمكن أن يكون بتجميع السلطة وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفعتها من مجلس تشريعي المنتخب ومحكمة دستورية حسب ما جاء في نص بيانهم ولئن أقرت هذه الجمعيات بوجود نقائص رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه فإنها تعتبر أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسستية للقضاء طبقا للدستور الذي متعه باستقلالياته المدية والإدارية وتسيره الذاتي في سابقة من نوعها كما أعربت عن رفضها لما اعتبرته مخالطة للرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا بما أن المجلس ليس بمحكمة ولا يصدر أحكاما ولا ينظر إلا في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقدية الذي يخضع مباشرة لإشراف وزارة العدل من جانبها أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اعتبرت فيه أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الإضربات التي تعتبرها عشوائية ومخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن عدم ثقة المواطنين فيها مواقف تأتي تعقيبا على مجاء في لقاء لرئيس الجمهورية قيس سعيد أمس مع وزيرة العدل ليلة جفال التي أكدت التمسك بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مع ضرورة مراجعة القانون المنظم له سيد رئيس الجمهورية الذي أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية التي هي ضامنة لاستقلال القضاء وكما أكد زاد على كونه المسار هذي يكون مسار ديمقراطي ومسار تشاركي زاد أكد على كونه يزم يقع مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفي الأثناء يقع تنظيم الفترة هذه بواسطة هيئة هيئة هذه تنظم وإلا مجلس مؤقت ينظم المسائل المستعجلة إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد موقف يؤكد عدد المراقبين أنه يؤشر إلى أن الإشكال مع المجلس الأعلى للقضاء لا يتعلق بوجود المجلس في حد ذاته ولا في تصوره ضمن السلطة القضائية بل هو مرتبط بالأشخاص وبتجاوزات مرتكبة ضمن هذا الهيكل وبشكل تركيبته نظمت هيئة ودفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد لبرهمي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء طلب فيها المحتجون بإرساء قضاء عادل والكشف عن حقيقة ملف الإغتيالات السياسية ويذكر أن هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد لبرهمي تقدمت بشكيات جديدة تناول لقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيسي صعيد بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي تناول نتائج مشاركة تونس في آخر الاجتماعات والقيمة الإقليمية وتدول حول المواعيد والاستحققات الثنائية والدولية القادمة إضافة إلى المواقف الدولية المنتقدة لحل المجلس الأعلى للقضاء خلال هذا اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية دعا رئيس الجمهورية قيسي صعيد أمس بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتباه لمواقفها لأن دولة ذات سيادة نعرف التوازينات الدولية نعرف أيضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر مما يعرفونها وصادقنا عليها وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة لماذا يقلقون تونس ليست ضيعة أو بستانة يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات التي حصلت ونهب المال العام ولكن لماذا لا يقلقون وجدد رئيس الجمهورية أيضا التأكيد على أن القضاء وظيفة وأن الاستقلالية لا تعني تخريب مرفق العدالة من الداخل معلنا أن مجلس الوزراء سينظر في نص يتعلق بالمجلس الوقتي لتسيير المرفق القضائي لكي نعرضه أمام مجلس الوزراء نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء للوقت وليس مجلس الوزراء يخدم في الدولة لا فهمتش هذه حكومات القضاء وإثر اللقاء أعلن وزير الشؤون الخارجية أنه أطلع رئيس الجمهورية أيضا على نتائج مشاركة تونس في المجلس الوزري للاتحاد الإفريقي ثم القمة الإفريقية وخاصة انتخاب تونس عضوا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي يأتي هذا الانتخاب بعد خروجنا من مجلس الأمن الدولي حيث كان الأداء التونسي أداء رائع جدا وكان محل احترام مختلف الأطراف الدولية ومختلف أعضاء مجلس الأمن بأنفسهم وكذلك يتزامن مع دخول تونس إلى فئة عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك بالأمم المتحدة وهو كذلك من الأجهزة الهامة جدا في منظمة الأمم المتحدة وهذا التواجد الدولي لتونس هو حقيقة الأمر برهان للمصدقية التي تحظى بها بلادنا وتناول اللقاء أيضا وفق ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية مختلفة لاستحقاقات الدولية القادمة ومن بينها المشاركة في قمة البحر الواحد ومؤتمر القمة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أفدت ليدرة العامة للديوانة أن وحدات الحرس الديواني تمكنت هذا الأسبوع من حجز 13 طن من المواد الغذائية المدعمة وأكثر من 28 ألف علبة سجائر كانت جلها معدة للتهريب وذلك في عمليات متفرقة بعدد من مناطق الجنوب التونسية في الوقت الذي تواجه فيه السوق الدخلية نقصا في التزويد من عديد المنتجات الغذائية الأساسية على غرار السميد والفارينة والزيت المدعم والمعجنات وغيرها من المواد التي أثار نقصها حفيظة العديد من المواطنين تمكنت مصالح الحرس الديواني مؤخرا من حجز أطنان من المواد الغذائية المدعمة في طريقها إلى التهريب برن خارج حدود الوطن وذلك إثر عمليات مراقبة منفصلات تمت في الجنوب التونسي بمناطق مدنين وقبلي والفوار وبنجلدان والمقسم وغفسة وفقا لبلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة وأفد البلاغ أن هذه العمليات أصفرت عن أحباط محاولات تهريب لثلاثة عشر طنان من معجنات مادتي الكسكسي والمقرونة وثمانية وعشرين ألفا ومائتي علبة سجائر وذلك بعد أن أحبطت فرقة الحرس الديواني بالجاب محاولة تهريب كمية من السجائر مجهولة المصدر قدرت بأربعة عشر ألفا وثلاثمائة علبة مخفية بأحكام داخل صانديق غلال محملة على متن شاحنة قادمة من أحدى مدن الجنوب كما تمكنت فرقة أخرى للحرس الديواني إثر عملية مطاردة بمنطقة بلا حبيب بالمقسم من حجز أربعة عشر ألفا وخمسمائة علبة سجائر مهربة على متن شاحنة ربعية الدفع ووفق نسي البلاغ فإن كميات سجائر المحجوزة قدرت قيمتها الجملية بمائتين وواحد وثلاثين ألف دينار تم بشأنها تحديد محاضر في الغرض في آخر تطورات الوضع الوبائي على المستوى الوطني إثنتان وعشرون حالة وفاة وأكثر من ثلاثة وثلاثين بالمئة نتيجة تحليل الإيجابية لفيروس كورونا بتاريخ الثامن من فيفري تتهذي المعطيات والأرقام في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد العمل بإجراءة التوقي من اتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع إضافية أعلنت وزارة الصحة تسجيل إثنتين وعشرين حالة وفاة جراء فيروس كورونا بتاريخ الثامن من فيفري الجاري واربعة ألاف ومئة وواحد وخمسين تحليل إيجابية لتبلغ بذلك نسبة التحليل الإيجابية أكثر من ثلاثة وثلاثين بالمئة وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي أن العدد الجملي للوفايات بلغ موضى ظهور الوباء ستة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعان وثمانين وفاة كما أشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ ألفا وأربعمائة وسبعة وستين مصابا بينهم مئة وحالة جديدة وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ مئتين وواحدا وستين في حين يخضع ستة وستون شخصا للتنفس الاستناعي وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتطعيم فقد استكمل ستة ملايين ومئتان وثمانون ألفا وثمانيمائة وستة وثلاثون شخصا التلقيح للتكوفي 19 منذ بدء الحمل الوطني للتلقيح في موارس المرقضي وإلى غاية التاسع من فيفري الجاري وبلغ عدد التلقيح بتاريخ التاسع من فيفري الجاري خمسة ألاف أربعمائة وخمسة وثمانون تلقيحا وبلغ عدد المسجلين إلى حدود نفس التاريخ سبعة ملايين وثمانيمائة وثلاثين ألفا وثمانيمائة وخمسة وثمانين مسجلا وتوقينا من انتشار العدو بالفضائط التربوية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس تمديد العمل بالإجراءات المعلنة عنها في 27 من جنف المنقذ والمتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع إضافي بداية من اليوم وأوضحت الوزارة في بلاغا لها أن هذا القرار جاء تبعا للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ أمس بقصر الحكومة بالقصبة حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد واستئناسا بتوصية اللجنة العلمية وتتعلق الإجراءات السالم ذكرها بالخصوص بتأجيل أو الغاء كافة التظاهرات المفتوحة العموم بالفضائات المفتوحة والمغلقة والالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة وتباعد الجسدي وتهوئة الفضائات المغلقة فضلا عن احترام البرتوكول الصحي المحين وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى في جولة أخبارنا العربية والدولية نجى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبا من محاولة اغتيال دون أن يصاب بأذى وفق مصدر مقرب منه وذلك على إثر إطلاق مجهولين عيرة نارية على سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم ولاذ بالفرار وذكر المصدر نفسه أن الحادث وقع عندما كان رئيس الوزراء الليبي عائدا إلى بيته وأحيلت الواقعة للتحقيق وتتي هذه الحادثة عقب تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا بعدما قال أنه سيتجهل تصويتا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد لاختيار بديل لهو في ضوية تصعيد الذي تعيشه وظفة الغربية بسبب استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي دعت الأمم المتحدة إلى التهديئة واتخاذ خطوات ملموسة تعيد مصار المفاوضات بين الطرفين في وقت قرر فيه المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء أي التزامات أو اتفاقيات مع المحتل الإسرائيلي على خلفية استشهاد ثلاثة شبان برصص المحتل الإسرائيلي في مدينة نابلوس شمالي الظفة الغربية وتصاعد وطيرة التوتر بعد تنفيذ هذه العملية التي وصفتها الحكومة الفلسطينية بالجريمة المروعة التي تستدعي تحقيقا دوليا عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه التطورات سيما وسط دعوات من الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة ذات قوات الاحتلال حيث ناشدت الأمم المتحدة جميع الأطراف التهدئة وتجنب التصعيد ودع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريس في هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة تؤسس إلى سلام عادل ودائم وفيما تصاعد الآلة العسكرية الإسرائيلية من عدوانها في الظفة الغربية ويتوسع الاحتلال من خلال الشروع في بناء مستوطنات جديدة يشهد الداخل الفلسطيني انقسامات بسبب مخرجات اجتماعات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي شكل مجلسا وطنيا انتقاليا جديدا يماهد لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة بعد سد الشغرات التي كان يعاني منها وقد عارضت عديد الفصائل الفلسطينية هذه الخطوة مجددة عدم اعترافها بشرعية هذه التعينات وداعية في المقابل إلى البدء فورا في فتح حوار جاد يماهد لإجراء انتخابات تساهم في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسستها في الأثناء قرر المجلس المركزي الفلسطيني انهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع المحتل الإسرائيلي داعيا الإدارة الأمريكية الحالية إلى الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني يواصل الجيش اليمني معاركه الضارية مع جماعة الحوثي غربي اليمن حيث يطبق حصاره على الجهة الأربع لمدينة الحرض الاستراتيجية الحمد لله رب العالمين تمكننا اليوم من تحرير عدد قراء في مدينة حرض وهذه مدينة حرض تتحد والجيش الوطني مستمر في تحرير عدد مواقع بإذن الله حتى داحر كافة ميشات الحوثية من مدينة حرض هذا تأكيد دنيات من قوة الجيش اليمني بأحكامه الحصار على عناصر جماعة الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية غرب اليمن بعد أن هملت سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق المدينة كان الحوثيون يحاولون عبرها فك الحصار المضروب على عناصرهم منذ الجمعة الماضية وبعد معارك ظارية في مدينة حرض بين القوات الحكومية اليمنية ومئات العناصر من الحوثيين أكد مصدر ميدني أمني أن حرض باتت متوقع من كل الجهات وأنها بصدد تنفيذ عملية تمشيط واقتحام إذ لم يعد أمام هذه العناصر سوى الاستسلام أو القتال وأكد المصدر نفسه بأن قوات الجيش اليمني وألوية اليمن السعيد حققت تقدما جديدا شرق مديرية حرض بمحافظة حجة وسط انهيار وخسائر بشرية ومدية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي وكانت قوات الجيش اليمني كبدت أمس هذه الجماعات عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف تبدأ أوكرانيا اليوم مناورات عسكرية لمدة عشرة أيام معلن عنها مسبقا ردا على تدريبات تجريها روسيا على الأراضي البلاروسية يأتي هذا وسط جهود دبلوماسية غربية لخفض تصعيد بين موسكو وكيف وسط الجهود الدبلوماسية الغربية لإخماد التوتر الروسي الأوكراني والتي نشر بعضها قليلا من التثاؤل حيال الأزمة تبدأ أوكرانيا اليوم مناورات عسكرية معلن عنها مسبقا اعتبرت ردا على تدريبات تجريها روسيا على الأراضي البلاروسية المجاورة والتي فسرتها كيف والغرب على أنها تأتي في إطار تصعيد عسكري روسي في المنطقة وتدشن روسيا اليوم المرحلة العملية من تدريبات واسعة النطاق في بلاروسيا أثدت وزارة الدفاع الروسية أنها تجرى بهدف الاستعداد لوقف هجوم خارجي وصد في إطار عملية دفاعية وتستمر المناورات المشتركة الروسية والتي وصفها حلف شمال الأطلسية بأنها أكبر حجد عسكري في بلاروسيا منذ الحرب الباردة حتى يوم العشرين من فيفري أزمة روسية أوكرانية أحدثت أيضا توترا بين روسيا والغرب الذي يواصل مساعيه لمنع أي تصعيد أو ما يقدره من إمكانية غزو روسي لأوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من غزو أوكرانيا مستغلا زيارته لمقر حلف الشمال الأطلسية لإلقاء الذوء على ما يصفه بالتضامن الأوروبي ضد الأعمال العدائية الروسية يأسي هذا في وقت أعلن فيه وزير الدفاع البريطاني أن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا محذرا من أن تحركات لكريملين تتجه في الاتجاه الخاطئ على الرغم من الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي كما من المرتقب أن يعقد لقاء بين المستشار الألمني أولاف شولتس وقادة دول البلتيق في برلين كان قد صرح قبله شولتس أنه يرى تقدما على صعيد دبلوماسي وفي باريس أعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيون أن المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت اليوم بين روسيا وبيلاروسيا تعد مؤشرا على عنف بالغ كما وصف قرب حدود إكرانيا في فقرة أخبارنا الرياضية ترجع المنتخبة تونسي لكرة القدم ست مراتب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم ليصبح في المركز السادس وثلاثين عالميا والخامس إفريقيا فيما تقدم المنتخب السينيجالي المتوج بكاسي أمم إفريقيا مرتبتين وأصبح في المركز الثامن عشر عالميا محافظا على صدرته القرية وتقدما على منتخبات المغرب ونيجيريا ومصر وتونس وعلى الصعيد العالمي حافظت بلجيكا على موقعها الريادي متقدمة على كل من البرازيل وفرنسا التحق نادي تشيلسي الانجليزي بنادي بالميريس البرازيلي في التأهلي للمباراة النهائية لبطولة العالم الأندية في كرة القدم إثرى تغلبه على الهيلة الاستعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب نادي الجزيرة بأبوظبي الإماراتية وتحقق هدف تشيلسي الوحيد عبر البلجيكي روميو لوكاكو وفي دور النجوم القطري لكرة القدم تغلب نادي تحيل على الشمال بأربعة هدف مقابل هدف في لقاء أقيم ضمن الأسبوع الثامن عشر وسجل مايكل أولونغو في مناسبتين ونام تايهي وإدميل سان جونيور أهدف تحيل الأربعة أما هدف الشمال الوحيد فسجله أمجد عطوان ونختم وأنشر مشاهدين برحلة إلى عالم الأثار والحضرات حيث سلمت وزارة وثقافة لبنانية إلى العراق الأحد الماضي ثلاثمائة وسبعا وثلاثين قطعة أثرية تعود إلى حقب مختلفة كانت معروضة في متحف لبناني منذ سنوات بعد تهريبها على ما يبدو إلى خارج العراق في الأسبوع التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003 343 قطعة أثرية تتمثل في ألواح من الرقم الطينية تحمل نقوشا باللغة المسمارية يرجع تاريخها إلى حقب مختلفة من حضارة بلاد ما بين النهرين تم تهريبها إلى خارج العراق بعد سقوط نظام صدام حسين لتستقر في لبنان لجنة رسمية لبنانية فتحت منذ أربع سنوات تحقيقا في أصل هذه القطع وكيف وصلت البلاد وبعد اكتمال التحقيق تعود الأثار إلى أرض التاريخ وموطن الحضارة إلى العراق لتنظف إلى الدرر التاريخي المحفوظة بالمتحف الوطني العراقي القطع الأثرية التي كانت معروضة في متحف لبناني منذ سنوات سلمها وزير الثقافة اللبناني إلى سفير العراق في حفل أقيم بالمتحف الوطني في بيروت بادرة تشجع على مزيد العمل لاسترداد الأثار العراقية المنهوبة يقول وزير الثقافة والسياحة والأثار العراقية هذه العملية تشجع العراق وتشجع هيئة العامة الأثار والتراث على الاهتمام والمزيد من الاهتمام بهذا الملف لأن هذه الأثار تخصنا وقد تعرض تراثنا إلى عمليات تهريب ونهب منظم والآن نشهد حقبة مختلفة على صعيد استردادها هذه القطع تعد نقطة في بحر الكنوز العراقية المنهوبة لآثار تم الاستيلاء عليها وتهربها خلال عقود من الحرب والاضطراب في البلاد إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 إرث وطني لا يقدر بثمن تسعى الحكومة العراقية لاسترداد هيواء ببطء وقد نجحت حتى الآن في استرجاع ما لا يقل عن ست شحنات من الآثار والوثائق إلى المتحف العراقي منذ عام 2016 من عدة بلدان غير أن المواقع الأثرية في جميع أنحاء العراق ما تزال معرضة للسرقة والنهب بسبب الإهمال ونقص الأموال لحمايتها ختم ونشر مشاهدين الكرام وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها تواتر رودديا فعل الهيكل القضائية في تونس حول قرار تجميد أعمال المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية يؤكد أن تونس دولة ذات سيادة وتسعى لتكريس مجتمع القانون هيئة ودفاء عن الشهيدين بالعيد والبرهمي تنفذ وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة برساء قضاء عادل والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو للتهدئة والمجلس المركزي الفلسطيني يقرر إنهاء أي التزامات مع المحتل الإسرائيلي ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزات نسية شكرا على طيب المتابعة والاهتمام دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة